حلقات رمضان قسيارة وسريعة لكن مش هنقدر نقوم إحساسنا أننا عاديين نسأل شوية أسئلة لناس فاهمين في الصناعة وفي النقد الفني عشان نقول الانتقادات والإشادات الشديدة بأي عمل فني ووضعها إيه من الإعراب الاختيار الثالثة واخد النصيب الأكبر من الإشادات لكن كمان في أسئلة تخص أنه هو ده التوقيت هو كان مفروض نعمل كده ولا لا بس خلونا نسأل ونرحب الأول في البداية بضيفنا الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني في الأخرام أهلا بك أسلام أهلا وسهلا أهلا وإنتي طيبة وكل مشاهدين بخير في الأول على طول أسأل حضرتك عن فكرة أنه الوطن العربي العمل الأعلى مشاهدة في الوطن العربي هو عمل يخص أحداث مصرية داخلية تفاصيل تخصنا المتش اللي احنا كنا فيه كل حاجة أحداث مصر المصيرية ده سلاح ذو حدين ولا ده قوة ناعمة عظيمة ما تنسيش حاجة أساسية مركز الثقل في المنطقة العربية هو مصر وما يحدث في مصر على طول بيسمع في كل الأقطار العربية والاختيار تحديدا بيناقش فترة صعبة جدا في تاريخ مصر وتاريخ الوطن العربي فمن هنا كل الناس عاشت الفترة دي لأنها قريبة احنا بنتكلم في 7-8 سنين لكن احنا شفنا جزء من الصورة على الشاشة وإحنا بنتابع الأحداث لما كانت خبر يعني لما كانت خبر الأهم بقى إزاي نشوفي الكواليس فمن هنا بيبقى التركيز على هذا المسلسل في المشاهدة بياخد أعلى مشاهدة دي مفاجأة ومش بس مصر لكن الوطن العرب بياخد أعلى مشاهدة وكمان ايه الناس قاعدة اه أنا حضرت الموضوع ده التفجير ده حصل جنبي مش عارف مين المظاهرة دي عدت من قدامي أنا كنت فيها أنا كنت فمن هنا أهمية هذا الحدث إن 80 أو 90% من المشاهدين عاشوا صوت وصورة وأحداث هذا المسلسل واللي ما حضرهاش لايف كده على يعني حضرها جوه الميدان والشوارع والحاجات دي حضرها على الأقل عن طريق الشاشة حتى في الوطن العربي وبالتالي الزوء التانية دي مهمة دي موجودة بشكل كبير جدا على هذا الأساس ده يفسر لنا إن الاختيار واخد أعلى نسبة مشاهدة مش النهار ده على مدار التلات أجزاء بالضبط الجزئين اللي فاتوا والجزئين طيب الجزئين اللي فاتوا كان لا خلاف إننا متوحدين مع حالة إنسانية قيمة مع فكرة الاستشهاد والشهداء وفكرة التضحياء يعني هو الموضوع ما كان لا خلاف عليه النهار ده وإحنا بنوثق مرحلة قريبة جداً وبنوثق بشخصيات عيشة موجودة بيننا حضرتك ما كنتش شايف مثلاً قبل ما تبدأ حتى أحداث المسلسلين وده خطر جداً يعني كنتش شايف مع الآراء اللي بتقول لا ما بلاش نوثق أحداث والناس لسه موجودين معنا في حاجة جميلة جداً احنا بنكلم على جزئين فاتوا كان فيهم دراما وفيهم شخصيات موجودة في الحقيقة ولكن ليها حياة توحدنا معاها وشفنا ما يحدث ولكن الجزء الثالث الدوكومنتري فيه أعلى جداً التوسيق للحدث أعلى وهو تصنيف الاختيار الثلاثة دوكيو دراما دوكيو دراما يعني دوكومنتري أكتر كمان من الدراما وده اللي مخلي نسبة المشاهدة كمان أعلى من الأجزاء اللي فاتت ليه لأنها فيها صوت وصورة لشخصيات حقيقية أثرت في تاريخ مصر بالسلب وبالإيجاب لاتنين فمن هنا احنا بنتكلم على سبع تمان سنين السبع تمان سنين هل هم مدة كافية أن أنا أظهر الحقيقة؟ بعض الدول في الحروب تحديداً بتعمل خمستاشر سنة وعشر سنين وتلاتين سنة زي إنجلترا ولكن احنا بنكلم على أحداث احنا حضرناها ليه لا؟ طالما فيها توسيق ودوكومنتري صوت وصورة ليه ما طلعهاش لحقيقة؟ وده جزء مهم جداً من دور الدراما ليه؟ لأن هتسمعي كلام كتير جداً وهتسمعي تشكيك كتير جداً طب تعالي عم تعالي أنا هوريك بني صوت وصورة من الوثائقي اللي عندي من الوثائقي اللي عندي شكك فيه بقى يعني أنت لما بتشكك إن أنا كاتب حاجة غلط طب قولي صوت وصورة بتاعت الناس دي وهم بتكلموا وبتكلموا ازاي؟ هل أنا زورتها؟ ما هنا التوسيل الجلح من شغل الدراما لا وقرب الأحداث ما خلي مفيش تشكيك على قد ما فيه انبهار بالتفاصيل العميقة بقى اللي احنا ما كنا نشوفها ما هي دي بقى ومناسبة التفاصيل العميقة ودلوقتي شخصية الفنان ياسر جلالي بيقدي شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي شايف إنها جرأة من الاتنين من الفن إنه يطرح شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ربنا يدي له الصحة والطلطة العمر ما زالة في السلطة وجرأة من الرئيس نفسه اللي يوافق على الحاجة شبكة شفت إنها عاملة ازاي؟ لو جينا نتكلم على النقطة دي التحديدة أنا لجيها لأول مرة في العالم العربي والعالم الثالث بالكامل إن في عمل درامي يناقش ويجيب صور شخصية رئيس جمهورية صوت وصورة من لحم ودم على الشاشة بجدهي لأول مرة؟ وهو لأول مرة إن رئيس موجود في السلطة دايماً كنا بنقول رئيس سابق ورئيس راحل ومش عارف إيه لكن إحنا بنتكلم ودي خطوة مهمة جداً في الدراما نيجي بقى للممثل اللي هيمثل هذا الدور الشطارة بقى هل هيقلد؟ أه ولا هيهدم الشخصية؟ كنت حدثك بالفارق ما بلد لتنين كبير نعلم التقليد دايماً بتبقى الناس خسابيه وخطر والتقليد يسير الضحك يعني أنت لما تقلدي حتى لو بتقلدي مشها الدرامي في النهاية ممكن الناس تضحك ولكن في مدرسة في التمثيل إزاي أنا باخد الشخصية أهضمها ولبس الشخصية فتبقى نفس التصرفات نفس الإيماءات نفس النظرات حتى تون الصوت ومن هنا قدر أقول أن ياسر جلال كان بارع جداً جداً لازمات المحببة عند الناس يعني ومشرتك رئيس ليه كان لازمة في الكلام وهو بالتأكيد والناس بتحبوهم فهو باستخدامهم حلو قوي الصعوبة إن إحنا بنتكلم على شخصية بتظهر يومياً على الشاشة في نشرة الأخبار في غيره في غيره فالناس حفظة يعني حركة إيد الرئيس نظرة عينه إزاي ياسر جلال قدر يجبها لأنه هو لبس الشخصية بالضبط فنجح فيها نجاح كبير ودي كانت الخطورة إن هو ينجح بالكامل ييفشل فشل كبير ولكن نجح نجاح كبير ودي كانت لأول مرة في العالم الثالث يظهر شخصية رئيس وهو في السلطة بزبط طيب ده توثيقها كمان زيادة عن توثيق النوع طيب عندي سؤال عن عدد الهائل من الفنانين اللي في عمل واحد مش عايزة أسأل عن إدارتهم لأنه بالتأكيد هم نتكلم مع فريق متميز واخر الجميل الجميل وأثبت نفسه يعني بيتر ميمي لكن العدد الكبير ده بيبقى خطر على العمل أحيانا يعني إزاي في الاختيار إحنا رايحين في الحالة العظمة دي في الأعمال الدرامية بيبقى فيه بعض الخلافات في الدور ده لازم يكبر شوية ويقل شوية وفيه تنافس أنا حتى لو ناس فيه ناس بتتلقى دوش طغير جدا ولكن إحنا بنتكلم على دراما توثيقية فالشخصيات معظمها حقيقي وتصرفات الشخصيات موجودة وبياخد مساحته النسبية بياخد المساحة النسبية بالإضافة أن أنت تتكلمي على عمل وطني لأن دي دراما وطنية فما فيش حد هيقول لا أنا أكتر لا أنا تضيفولي مشاهد لا كل واحد بطل في دوره حتى أن أنا عندي ثلاث نجوم صف أول في السينما الثلاثة موجودين الثلاثة جببات الحلوين بتاعنا واللي تفوق عليهم ثلاثة تانيين يعني عندي ياسر جلال عندي خالد الصاوي عندي أستاذ عبد العزيز مخيون دول بالنسبة لحضرتك النجوم الاختياري لحد دلوازيك دول النجوم الأصعب الشخصيات الأصعب ليه؟ لأن أحمد السق أو أحمد عز وكريم عبد العزيز بيجسدوا شخصيات إحنا مشوفناهش في الحقيقة فيقدر يشتغل زي ما هو عايز لكن التلاتة التانيين كل واحد بيعمل شخصية إحنا شايفينها وعارفينها وحفظينها حتى مرشد الإخوان وهو بلبس الطائية بتاعته والنظارات أستاذ عبد العزيز مخيون عاملها من طراز غير طبيعي خالد الصاوي في التجهم بتاع الشكل وهو بتكلم عن خيرة الشاطر أنت بتحسي أن أنت شفت الشخصية دي فعلا شفتها قبل كده صوت وصورة طبعا إحنا اتكلمنا على ياسر جلال فهنا في مباراة تمثيلية بس كل واحد في دوره هما ما بيتنفسوش مع بعض عجبني جدا تحليلك للعظمة اللي احنا شايفينا عنتي سؤال يعني سابق الوقت الدراما التوثيقية للأحداث الوطنية خلاص إحنا ما فيش حد فينا يختلف على أهميتها ما بعد الاختيار ثلاثة نعمل إيه أو ننصي أعمال الفن أنا بشوف مثلا يمكن ده رأيي الشخصي أنه أمريكا عملت زارعة الانتماء بفكرة القوة فعملت دراما وطنية بفكرة القوة والسوبر باور والحاجات العظيمة دي احنا بقى عشان أغنية بالقصص والبطولات عمل دراما وطنية بشكل تاني للأجيال الجاية تعمل دراما وطنية تنسى حضرتك بإيه تتمنى الفن يعمل دراما وطنية بشكل تاني الأمريكي بشكل كبير جدا احنا عندنا لو جينا نبص ورانا كده السنين اللي فاتوا من دموع في عيون واقحة ثم رأفة الهجان ثم حتى الآن إلى الاختيار هنلاقي أن هذه الأعمال البطولات الحقيقية بتزيد عند الشباب روح الوطنية بقى دي موثقة لا دي مش مصنوعة دي موثقة ليه لأن احنا بنتكلم على بطولات حقيقية حدثت وموجودة وليها أرشيف في التاريخ فاحنا محتاجين كل فترة أن احنا نطلع هذه البطولات ليه لأن انت عندك فترة طويلة ما كناش بنعمل الأعمال دي الشباب راح لحاجات كتير بعيدا عن منطقة ايه الوطنية الكبيرة بيبحث عن بطل ووقع في فخ أنه يقدم لي طول الوقت أن الشارع المصري شارع عشوائي لا والشارع الشعبي يتقدم عشوائي ما يتقدمش شعبي يعني قصد احنا تزيفت برضو الواقع المصري تزيف شكل البطل شكل البطل راح للبطل العشوائي اللي بيأخذ حقه بإيده لا احنا في دولة قانون عندنا أبطال في كل حاجة وعندنا أبطال وعندنا ناس بتستخدم عقولها فدول المفروض يكونوا مثلا أعلى عشان كده من بداية الاختيار لما كنت بتلاقي الأطفال مثلا وتسأليهم عايز تطلع إيه لما تجبر يقولك أنا عايزة أطلع زابط طب أنا أقول لك حاجة بقى بنتي بتقولي أنا عايزة أشتغل في أمن الدولة لا أسجل الحكاية الأجيال اللي كانت قابلنا كانت تخاف من الكلمة دي إذن الدراما ليها أساس موجود إن هي بتنمي الروح الوطنية وتحافظ على التاريخ وده دور القوى النعمة كيفية استخدامه إحنا لسا نتكلم على أمريكا أمريكا قدرت تستخدم القوى النعمة وتسخرها لصلاحها ليه إحنا وإحنا عندنا المجال الكبير في الدراما في المنطقة العربية ليه إحنا ما نعملش كده ونسخر هذه القوى النعمة لصالح البلد مش لصالح فرق أنا بشكر حضرك شكرا جزيلا الفقرة سريعة لكن مكثفة ومليانة تحليل عظيم وراقي بشكرك جدا النقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين نورتنا شكرا دي شكرا دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة ورمضانكم كريم وبألف خير وما تصدقوش أي حد يحاول يشكك فينا إحنا أو يشكك في إنه إحنا صف واحد هيغضبه وهيتضيقه وهيزعله وهيستاءه من أي حاجة بتوحدنا لكن إحنا على قلب واحد إلى يوم الدين إن شاء الله أشوفكم إن شاء الله على كل خير